هذا وتشهد مراكز التطعيم في مختلف مناطق مملكة البحرين قبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين لتلقي التطعيم بجرعاته الثلاث وقد بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومئتين وثلاثة ألاف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة وثمانية وسبعين ألف شخص وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثمانمائة وثمانية وأربعين ألف شخص